مدرسة لبابا بنت الحارث بمنطقة 23 جزيرة والتي تبعد عشرات الكيلومترات عن مراكز المدن ستبقى بلا كادر تربوية كونها تحتوي على تسعة من المحاضرين المجانين الذين لم يتم شمولهم بعقود التربية أنا مدير مدرسة لبابا بنت الحارث التي تبعد عن قضاء 85 كيلومتر ولا يوجد فيها فقط أنا مدير مدرسة على الملاك الدائم وبقية المحاضرين هم مجانين ولكن تفاجأنا في هذه الأسماء الأخيرة الأسماء الأخيرة لم تظهر أسماءهم ضمن العقود نحن محاضرين مجانين ما ظهرت أسماءنا بهذه العقود الجديدة صارت كلها بفلوس وبواسطات ونحن صارنا سنتين نداوم محاضرين مجانين لا حد نصفنا ولا حد نصف هذه الشريحة من التلاميذ اللي هم بمنطقة وعراء منطقة الجزيرة تبعد عن مركز الغضاء حوالي 85 كيلومتر هذه المدرسة التي تضم أكثر من 150 طالبان افتتحت العام الماضي على أمل انتشال هذه المناطق من ظلمة الجهلة إلا أن أغلاقها بات أمرا واقعيا لا سيما بعد تجهل المحاضرين فيها من حق التعيين في العقود الأخيرة وعزمهم ترك التدريس فيها وصارنا على مدى أكثر من سنتين نداوم مجاني والعقود هذه ظهرت وما الأخيرة وما ينشمن بها نحن نطالب دولة رئيس الوزراء والسيد وزير التربية أن يشمننا وينظر إلى هذه الشريحة لأننا نضطر نترك المدرسة نحن المدرسة مالتنا ستنساد الكادر مالها هم محاضرين مجانيين صارهم أكثر من سنتين يدعمون بها واسماهم ما ظهرت السالة عقودة جديدة وراح يتركوا المدرسة تنساد علينا أطفالنا شنو ذنبهم أكثر من مئة وخمسين طالب الناشد من وين الروح السعينة بالله بالله عليكم يا هس أنتم الموجودين كلكم أنتم موجودين من منكم واحد يغرأ يكتب هذا اللي حاجيك أنا اللي حاجيك والله ما أغرأ ولا أكتب من يقول والله وأنا صايم والله ما أغرأ ولا أكتب زين كيف هالورانة هاي الجهيلة هاي أطفال هاي شنو ذنبها غياب التخطيط والابتعاد عن الأداء المؤسساتي ترك أثره السلبي على مختلف القطاعات ليكون الثمن أطفال بلا مستقبل مستقبل الأجيال يكتنفه الضياع وحالة اللامبالات بعدم شمول المحاضرين بالعقود سيجعل هذه المدارس بلا كادر تربوي من صلاح الدين وسام الخزرجي قناة التغيير الفضائك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر